مرحبا طلاب اشتركوا انكم ان شاء الله بخير طبعا اليوم عندنا شرح اللكتر التاسع من الأورا سرجر وهي هو فارمكولوجي اف ذا لوكل انسيزيا يعني بهذا اللكتر راح نشرح انه شن هي مكونات من لوكل انسيزيا الاجنت مالتا شنه اشياء مضافة للوكل انسيزيا يعني الماكزموم دوز شن راح نحسبها شنه التاثيرات مالتا وغيرها طبعا عرفنا سابقا انه شنه الفرق ما بين الوكل عن الجنرال انسيزيا الوكل انسيزيا قلنا انه هو يخدر لي منطقة محدودة من الجسم ويبقى الانسان يعني انه مدرك او يعني انه واعي بينما الجنرال لا انه هو راح يسوي لي انه يخدر لي كافة الجسم وراح انه هذا الباشينت راح يفقد الوعي مالته طبعا بالبداية ذاكر لي انه الوكل انسيزيا يعني شنه معناه انه شنه هي الكربولة اوكي مال الانسيزيا شنه راح تحتوي لي المكونات المحلول شنه راح يحتوي لي طبعا انه الاول شي يعني اول مكونات اساسي اللي هو الوكل انسيزيا ايجنت اللي هي اما الاستر او الامايد تايب يعني انه هنه ذني العناصر المسؤولات عن احداث التخدير المسؤولات عن انه هي يعني شو نقول السويلي تخدير للمنطقة طبعا هسا نشرحها بالتفصيل بعد شوية عدنا انه الفازو كونستركتر الاجنت اللي هي دا يقول لي will be discuss later انه العوامل المسؤولة عن نسوي التضييق للأوعدة موية طبعا احنا نشرحها هامين بعديين عدنا رديوسيك ايجنت اللي هي انه الفازو كونستركتر ان الانسيزيا انسيزيا 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 اكتب تخضع لتخضي انسيزيا انسيزيا البلد انسيزيا 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 انجزيا انظيف اشبير چونستيزيا غير اكتب انسيزيا الفواني سمال امانت قوانتيتي افضل جميع بيسولفات اوش الكم بيت افضل افضل اكسجين الاسل انكلود ان دا سليوشين سنسل السبستانز ازمار اكسيد از دان اجرانين او الان ادرا از بروتكت در سابلاتي او اي سابلاتي باع طلاب دايق لي دايق لي انو اضيفها للمحلول حتى انو تمنعلي المحلول انو يتاكسد عندي يعني مثلا انو انا الكربولة مالتي خليتها بمكان يكون معرضة للشمس فشافوا انو العناصر المسؤولة انو هي السويل او مضافة حتى السويل لفازو كونستراكتر هاي من اتعرضها لاشعات الشمس انو راح يصير به اكسده فالاكسده هاي مالتها تخلي المحلول مالتي من مثلا انو ما بي لون تحولها يصري اللون مالته بني فقالوا انو اول ما تشوفون الكربولة مالتكم المحلول مالت تحول للون البني يعني هاي تذبوها تتخلصون منعدها بعدها انو غير صالحة للاستخدام ليش؟ لانو عوامل المسؤولة عن التضيق خربت عندي المحلول كله خراب عندي فقالوا حتى انو اقلل من هذا الشي اقلل من انو هاي المشكلة ممكن انو ضفون انو الاسوديوم اللاباسولفيت انو اذا ضفتو هذا العامل ممكن يقيل للكم من الاكسده اللي الصرعتكم اذا مثلا خليتوها خليتو كربولة بمكان يكون هو معرض للشمس لانو بعض الطلاب هو العوامل المضيقة اكثر شي تكون الابفرين اللي هو نفس الادريلالين فهذا الادريلالين يكون كل شي حساس وكل شي انو يعني حساس لاشعة الشمس فاول ما اخليها ممكن ورا فترة انو يتحول الى اللون البني عندنا انو البرزارفاتيب الاجنس عندنا انو هاي العوامل شنو هاي العوامل انو مواد حافظة يعني هزا خلنا نقرأ هي شنو بعض الطلاب انو هاي المواد الحافظة اللي ممكن انو احنا نضيفها للسليوشن من زمان الانستيزة شوفوا انو هاي المواد يعني المواد حافظة شو ما معناها معناها انو هي تحافظ لانو يبقى المحلول عندي ما انو مثلا يصير بي بكتوريا او فيروس او ايشي يعني يبقى محافظة على المادة ما تتكون اامنة وصحية شوفوا انو هاي العوامل هي ممكن تسبب لي الارجيكرياكشي ممكن تسبب لي حساسية عند بعض او لان هزا رح ناخذ انو الاستر مادة الاستر اللي هي من ضمن انو تكون كلش مادة حساسة وممكن انو سبب لي حساسية لكن انو الحساسية اللي يسببها الاستر موي نفسها الحساسية عند اللوكل انستيزية اللي ممكن انو ينصاب بها البايشينت ثمام مثلا اذا بايشينت انصاب بحساسية نتيجة فهذه الحساسية تجي نتيجة هذه المواد الحافظة مو نتيجة الاجينت الموجودة بهذا المادة مال التخدير المثل باربين اللي هي المادة الحافظة اللي هو موجودة بلوكال انسيزة اللي ممكن نسبب لألرجيك ريكشن عدنا الفنجا سايد هذا البعض سم سليوشن اللي تندد تو اللي بيكم كلاودي تو دي افراريشن اف الامينت فنج نو اسمال كوانتيتي اف الاثيامول از اددتو دي اصير از افنزي فنجا اسيد ادبريفيان ذا الاكورنس باطلاب عدنا هاي المادة تعتبر شونغل يعني المضادة للفطريات تمام انو قبل كانت انو المحاريمة اللوكال انسيزة يعني تكون هي اللي شونغول تكون ضبابية تمام ليش هذا الشي بسبب انو تجمع الفطريات بها لكن انو بالوقت الحالي قاموا انو يضيفو لها اثيامول هاي المادة تمنع انو الفطريات تتجمع عندي بالمحلول مال اللوكال انسيزة تمام ィ اه هنا اه اب اطلب هاي ايه المادة اللي هي ا ضيوششا اضيفه اني حتى ماذا نقول إنه الوكال انسيسي أو السلوشن من يتوزع لأومين حقاً بيقولت شو من المال البشيط، البشيط ما ينزعج من هذا السلوشن إنه تقلل من عدم الراحة اللي ممكن يشعر بيها البشيط أثام أنه أنا ضحق له هاي المادة الماء المقطر ممكن أن أستخدمه حتى أنه أنا أخفف هذا المحلول أو أخفف هاي الجرعة اللي دع أنطيها للبشيط هسا نجي على شنو نجي على الـ Local Anesthesia Agent طبعاً إنه الـ Local Anesthesia Agent هي عبارة عن الدراج عبارة عن أدوية وهي أدوية وهي الأدوية أو هاي العوامل تكون إنه أما أستخدمها كـ Typical يعني كتخدير موضوعي أو ممكن إنه آني هاي العوامل تدخلي من ضمن التخدير الموضع اللي هو يكون الـ Local تمام؟ إنه هاي تشتغلي على الـ Nervات اللي هي تكون يعني الـ Nervات السنسوري أوكي يعني هي ما تشتغل على الموترز إنما على السنسوري إنه هي تخلي الإحساس من الـ Nervات السنسوري لكن إنه الـ Typical أكيد ما يكون إنه شغل مالاتها مثل الـ Local الـ Injection الـ Injection تروح لإنه دائر ما دائر الـ Nervs بينما إنه هاي الـ Typical لا تخدر لي بس لنهايات ما للعصب يسموها Nerv Ending تمام؟ أدنى إنه أدنى إنه especially of the pain in the restructed area of the labate is to provide the pain control during the dental therapy and its interpret the propagation of the imbalance preventing it is the reactions the brain بقى طولة يعني إنه هي كل الفائدة ما للـ ما للتخدير أو ما للعوامل المخدرة أو ما للـ Local Ancycy إنه هي يعني تمنع الإمبالانس أو تمنع الإشارات إنه تروح لي للـ Nervs وهذا الـ Nervs يقلها لـ يعني للـ Brain أو للـ Nervs System وغيرها يعني إنه أنا تحجب لي كل الإشارات يعني الـ Pain مالتي يعني هي الإشارات ما تجيني؟ الإشارات تجيني من إنه مثلا الخلية العصبية أو هذا الـ Nerv يكون إنه بـ System معين هذا الـ System شي يقول لي؟ يقول لي إنه أنت عندك هذا الغشاء مالتك بداخل هذا الغشاء يكون عندي شيء سالب ثابت و خارج الغشاء يكون الموجب ثابت مني يصر عندي دي بولاريزايشنز اللي هي زالت استقطاب تقوم إنه الموجب يدخل عندي في داخل إنه هذا الغشاء القليب وبالتالي يبديني التحفيزات من هذا الألم يبديني إنه أنا أشعر بالألم تمام؟ فهذا الـ Local Anesthesia شي يقول لي يروح لي لهذا الـ Nervs لهذا المكان مال الغشاء يحجب لي إنه الـ Sodium Channel يمنع إنه الـ Sodium Channel أنه بعد تفوت لي موجب لي إلا داخل غشاء الخلية وبالتالي إنه تحجب لي كل الإمبولاس المسؤولة عن البين أوكي؟ فهي هاي إنه الوظيفة مال الـ Local Anesthesia أنه يسيطلي على الألم لي ويمني على الألم أثنان ما أنه أنا دا أسوي الـ Procedure المالتي هالس داي قولي داي قولي إنه داي قولي إنه This drug are this drug are listed by the presented concentrations the numbers of the milligram of the an-agent contain in the cartridge ittä مل in the cartilage and those cartilage containing 1.8 مل of 2 percentage local anesthesia solution contain 36 miligram of the local anesthetic agent to percentage mean of the each مل there is 20 miligram افضل انه 1.8 مل 1.8 فيه 2 انه باعوا طلاب خلاش رحلكم اياها طبعا هنا انا دي وضحلي انه احنا شون نحسب الاجنت اللي موجودة بهذا بهاي الكربولة تمام يعني مثلا انه احنا ادناء الارقام ثابته اوكي انه مثلا انا من اقول الاثنين بريزنتج شنو معناه انه عشرين رقم عشرين اوكي مثلا اقول الثلاثة بريزنتج معناها شنو معناها ثلاثية طبعا كل اول واحد اللي هو اليدوكاين هذا اليدوكاين يكون كل الشاعب تكون انه النسبة مادته هو ثابتة تكون 2 بالمية معناها شنو معناها انه امعناها الاثنين اوكي مثلا قلتأكم من اقول انه اللي دوكاين هو ثنين بالمية معناها انه النسبة مالته النسبة مالهذا اليدوكاين اللي موجود باللوكل الأنستيزيه هو اشقده اوكي فحتي انه اعرف اشقد نسبة اللي دوكاين اللي موجود بالكربولة شنو اقول طبعا انه احنا عدنا انه اشي سمونا هذا شي ثابت موجود بجدول معين موجودة بارقام معينة وارقام ثابتة لكل الانواع من الانستيزيا اذا اخذنا اشهر واحد اللي هو اليدوكاين هذا اليدوكاين انه العشرين ملغرام هذا ثابتة مالتي اللي هو الثاني اذا اخذتها بالملغرام فهو تكون عشرين ملغرام اللي هو اليدوكاين تكون 1.8 هذا الثابتة اهمية ما تتغير فشنو اقول اقول عشرين او ممكن اقول اثنين في واحد بوينتة ثمانية هيتطلع لستة وثلاثين تمام فهي الستة وثلاثين هو عبارة عن انه جيد عندي اللي هو اليدوكاين موجود بالمحلول تمام انه انها اليدوكاين مرات انها سأسلال ا blues ومسابعة الاقة ها تكون 1.8 او 1.7 لكن اكثر شي شائعي بالجداول وبالمصادر هي تكون 1.8 اللي هو نفس حجم الكربولة طبعا انه هاي اثنين بريزنتج هي اصلا موجودة همين بالكربولة فحتى انه اعرف مثل ما قلت لكم اجقد نسبة اليدوكاين اللي موجود بهاي الكربولة شنو اقول خلا اكتب لكم اياها اقول انه انه هو يطيني رقم يطيني اثنين اثنين بالمية اوكي وشخطة انه واحد بوينت ثمانية ماشي عيني فهاي الاثنين بالمية اجيبها اقول اثنين في واحد بوينت ثمانية اللي هو نفسه شنو حجم المحلول يساوي انه ستة وثلاثين هذا هو عبارة عن شقد ما موجود عندي من اليدوكاين الموجود بالكربولة مثلا على سبيل المثال مطيني ثلاثة بالمية شنو اقول اقول انا ثلاثة في واحد بوينت ثمانية اضرب ضرب عادي يطلع لي رقم فهو حجم هذا الايجنت اللي موجود بالكربولة كربوس يعني كربولة تمام مثلا انه على سبيل المثال اذا كان حجم الكربولة مات مو واحد بوينت ثمانية واحد بوينت سبعة شنو اقول اقول مثلا اثنين اللي هو خاص باليدوكاين في واحد بوينت سبعة راح يطلع لي رقم اقول هو هذا حجم اليدوكاين الموجود بالكربولة ماشا عيني انه اريد اشرح شغلة ثانية شوان ممكن انه احسب طبعا انه اعتقد موجودة انه يعني بالاخير بعد شوي بغير صفحات من النوصل لا اشرح لكم يا بس اهم شي اريدكم شون اريدكم تتابعونا على هاي السؤال انه الاثنين بالمية تمام هاي معناه انه اذا مثلا اريدت يعني اسويها كميليغرام هي تعتبر لي 20 ميليغرام ماشا عيني اذا قلت 3 بالمية فهي بالميليغرام معناها 30 ميليغرام مثلا اذا قلت على سبيل المثال يعني 4 بالمية فهي اذا يعني سويتها ميليغرام فهي عبارة عن 40 ميليغرام اما من ناحية انه 1.8 تقلونها سميني جدتهاي 1.8 هي عبارة عن جدول ثابت بنسبة ثابت كل ايجنت وشقد انه نسبة والمكزيموم دوز وغيرها طبعا هسا مريد نحسب المكزيموم دوز فهي تجيكم يعني كلش مهمة فلازم من هزا تفتهموها هزا شنو عندي انه قسموه على عدة تقسيمات اول تقسيم اعتمادا على وجوده بالطبيعة او الطبيعة ماتة والثاني اعتمادا على اعتمادا على مدة البقامات او فعاليته النقطة الثاثة اعتمادا على كوكاين اول واحد اعتمادا على الطبيعي مثل كوكاين او يكون مثل لغنو كوكاين او لغنو نيوكاين اللي هو هذا عبارة عن مادة كيميائية مصنعة او من ناحية انه اعتمادا على دوريشن ماتة اما يكون شورت اكتنج يعني يبقى لي فترة قصيرة الارتكاين الليديوكاين او يكون عندنا اه سوري انه الشورت اكشن واللونج اكشن ما قصد انه يبقى لي وقت قصر او وقت طويل معناه انه هو شوقت يبديلي الشورت اكشن معناه انه يبديلي بسرعة اما اللونج اكشن يعني يستمل لوقت الا يطلع يعني المفعول او انه المفعول هذا التخدير وغيره تمام وهمين نقطة لخة اريد اذكرها ههمين انه اليديوكاين بشورت اكشن معناه هو يبديلي بسرعة ويخلص بوقت انه مو يعني مو طويل يعني مثلا ساعة ساعة ونص حلو بينما اللونج اكشن لا هذا شوية يعني يخلف مثلا شوية فترة يعني اللي يبديلي التأثير لكن يبقى لي فترة طويلة اوكي مثل ما قلت لكم فترة طويلة يعني هاي مثلا البروسيجرز اللي تحتاج لي مثلا ثلاث ساعات ممكن استخدم هذا لونج اكشن عندنا انه اما يقسم الى الاستر يعني التركيب مادة اما يكون عبارة عن استر او يكون عبارة عن امايد اللي هو اكثر شي احنا نستخدمه هسه هو الامايد اللي هو اليدوكاين وعدنا الارتكاين هسه داي يقول لي اللي هو الانستيزيا مع ايضا ايا ايضا او امايد او امايد بسبب للمانا يعني انه اعتمادا على رابطة الاستر لرابطة الامايد ماشي انه داي يقولني هنا عندنا لابوفيلك بارد عندنا الانترميديات وعندنا الهيدروفيلك بارد كل محلول من اللي هو الانستيزيا لازم يكون من ضمن التركيب مادة بي ادزاء لايبوفيليك وبي ادزاء هيدروفيليك ماكو لوكل انسيزة يكون واحدة بس لايبوفيليك وماكو يكون واحدة هيدروفيليك انا ليش يكون هو لايبوفيليك اريده لان اغلب الاخشية الموجودة بالجسم مالتنا تكون هي لايبوفيليك تمام يعني تكون انه التركيب مالتها متكون من تكون هي غشاء مالتها تكون بليبت بيدهون فاني لازم الدواماتي يكون هو يعني مصنع حتى يذوب لي بهذا الغشاء حتى يخترق لي هذا الغشاء انا ما اقدر يكون الدواماتي ووتر سليوبل لانه هو اصلا غشاء مالتي يكون ليبت سليوبل فابد ما راح يتوافق ابد ما راح ينتشر عندي هذا الدواماتي بهذا الغشاء فاني اريد الدواماتي شينو يكون يكون يعني الليبت سليوبل تمام وفي نفس الوقت اريده انه يكون من يدخل الجسم مالتي ويوصل للكدني وغيرها يتحولي الى عنصر يكون عنصر ماي او من يوصل الجسم مالتي يتحولي الى عنصر يكون هو ووتر سليوبل تمام فلازم انه هاي العنصر يكون هما موجودات بالمحلول ماتي مال التخدير ده يقولي انه ليبوفيليك بارد او ده او داعب بالدهون ويكون نوعه الاصر ما تتكون اروماتيك اروماتيك انه او البوند بوند او الاصر ما ته بينما الهيدروفيليك يكون بارت از امانو درايف جديد او الاثر اكوحول او الاساتيك اسد يقولي كل اللوكال انستهزيه يقولي كل اللوكال انستهزيه ليبوفيليك اللوكال انستهزيه يقولي كل اللوكال انستهزيه لازم تحتويلي على هاي العنصرين اللي هما ليبوفيليك وهايدروفيليك ميصر عندي تخدير او ميصر عندي محلول بس الهايدروفيليك او بس انه ليبوفيليك لازم يكون بنوعيتين من هاي الامور هسه يقولي ملاحظات انه الانستهزيه يقولي انه هاي الانواع اللي هي تكون يعني ما بيها خاصية الواتر سليبل مايصر انا اسويها انجكشوبل يعني مايصر انه انطيها حقنه ليش لانه انا التخدير ماتي بالبداية هو رح يكون الواتر سليبل تمام من احرقنا انا واكمل والامور تمام عندي من يوصل مرحلة انه يروح لي للكبد وغيرها لازم ان الموتابوليزم ماتي او لازم انه المحلول ماتي يكون هو المحلول ماتي على شكل الواتر سليبل او كما يصر يعني يكون عندي ليبت سليبل فاني اذا ما كان عندي هاي الخاصية موجودة بالتخدير مايصر انه انطيها على شكل انجكشن اني حيبقالي مادة التخدير بالجسم ماتي وما تنطرح بينما انه انه ممكن انه هذا اللي يكون ما بيهيدروفيلك او ما بي خاصية الواتر سليبل ممكن انه انطيكة انطيكة تبوكل اللي هي تشتغل بس على النيرف انجك اصلا مايصر بها اي ابزوربشن الاستر لينكد لوكل انسيزيا اللي هي البروكاين او ردلي الهجرولايز ان ذا الاكيسر سليوشنز ويال الامايد لينك الاتايب اليدوكاين او ردلي الهجرولايزز بعد ولاب عندنا انه جماعة الاستر اللي هي الاجنت مالي الاستر هذا رح يصير لهم مثل التحلل رح يتغير التركيب الكيميائي مالتهم بالبلازمة مال الدم ماشي بينما انه جماعة الامايد اللي هي المفضلة ما رح يصير بها اي تغيير او ما رح يصير بها اي تحلل تبقى كما هي بنفس التركيب ماتي لذلك ما صاروا انه يفضلون جماعة الاستر انما يفضلون جماعة الاستر لانه كما هي المفضلة مالدرود غرية رح يكدر ان الجسم يتخلص من العددية يتطرح معدها بشكل كامل انه يعني شو نقول وتملي للكبد يصير بها متبالزة ومن ثم للكلية لكن انه جماعة الاسر لها جماعة الاسر يصير بها تحلل جزء كبير من عدها بالبلازمة فجزء كبير من عدها ممكن انه يبقى عندي بالدم وجزء قليل جدا ممكن انه انه يصير بي اكسكريشنز فهذه الملاحظة جدا مهمة هسه شنو عندي عدي انه الفارماكوينيتك اوف ذا لوكال انستيزيا عدنا الانتشار مال لوكال انستيزيا دايقولي 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 انه اول ما ابدي احقن اللوكال انستيزيا تمام من الانستيزيا بعدها يروح لي الى المجرة الدم دايقولي اقوى عوامل ممكن تأثلي على انتشار اللوكال انستيزيا مالتي او تأثلي على امتصاص اللوكال انستيزيا في داخل الانستيزيا شنهي عدنا راية اللوكال انستيزيا في الدراق يعني انش قد معدل هذا الدراق او هذا المحلول اللي امتصلي من قبل الدراق هل انه هو كمية شبيرة او انه هو كمية قليلة النقطة الثانية النقطة الثانية انه راح يعتمد لي على الاشخاص اللي يكون انه هما هلثي فمعدل انتشار مالتهم ومعدل انتشار الانستيزيا يكون اعلى من ذول جماعة اللي يعدهم مشاكل بالقلب عدهم مثلا مايو كارديا الانفراكشنز عدهم احتقان بعضلة القلب احتشاء بعضلة القلب عدهم انه يعني اي مشاكل متعلقة بالهارد هذا راح يكون معدل انه ماينتشلي من اللوكال انستيزيا يكون اقل من انه الشخص الهالثي عدني الامناشنز او ذا دراكت روو الميتابوليك او او اكسكراتي باثوي the last two illa factor act to decrease the blood levels of the local anستيزيا يعني دايقوا لي دايقوا لي من ناحية انه التخلص من ال يعني او انه طرح هذا الدوام هم يعتمد لي على انه يعني هل هو صار بميتابوليزم صار بانه راح لي للكلية ام لا يعني مثلا هستذني الادوية اللي تبقى لي بالدم يعني ما يصير بيها متابوليزم او اكسكراتي مثل انه هاي الادوية اللي يكون انتشارها بالدم كلشقالية وعني انه بسرعة تروح لي بسرعة يعني يصير بيها متابوليزم بالكبد يعني هو كل ايجيت ويختلف يعني مثلا اكو ادوية مثل ما قلت لكم او اكو ايجيتس باللوكال انستيزيا انه تبقى بالدم هي يعني ما يصير بيها متابولزم ما تروح لي الكبد وبالتالي ما تروح لي للكلية او ما يصير بيها اكسكرايشن فهذا حسبب يقول لي كل الانستيزيا ردلي اكروز بلاد براين بايرر ثم اكروز بليزندا ده يقول لي كل الانستيزيا هي رح تقدر تخترق لي هذا الحاجز ما للدماغ ماشي انه لذلك لازم انتبه من ناحية الجرعات اللي انطيها للباشينت ما يصير انه انا كثر بعدد الكربولات وده يقول لي في نفس الوقت ممكن انه ينتشر لي او يروح لي الى بالحبل السري اللي رابط ما بين الجني وما بين الام فعن طريق الحبل السري هذا واني رح يروح لي رح يروح لي الى الجنين فاني لازم انتبه كل الزين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انتظرونا بالبارت الثاني